الأهلي بيستهل مشواره الأفريقي بالهزيمة أمام الهلال السوداني واحد صفر أحرزه لليبو لعب نادي الهلال في ديئة تلاتة وخمسين عشان يعني يكون جدول ترتيب المجموعة معقد للغاية بس ما تنسوش أن الأهلي عنده مباراة مؤجلة كل فرق المجموعة لابت يعني مطشين غماعة دي مجموعة الزمالك عايز مجموعة الأهلي مجموعة الأهلي معلش أنا آسف الأهلي والقطن لعبوا مباراة واحدة زي ما أنتوا عارفين مباراة الأهلي والقطن اتأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كاس العالم للأنديا سانداونز بالعلامة الكاملة ست نقاط الهلال تلات نقاط وكان فوز مهم جدا للهلال النهاردة وكانوا عارفين كويس جدا أن هما لازم أن هما يكسبوا المطش لو أرادوا أن هما يكون عندهم فرصة من أو فرصة للتأهل بعد وخسرتهم في المباراة الأولى أمام آسف أمام سانداونز والأهلي النهاردة بيفتتح مشواره بالخسارة أمام الهلال السوداني طيب هل خسرت الأهلي النهاردة؟ نهاية العالم كما يصورها البعض أنا شايف أن هي خسارة فيها دروس كتيرة دروس كتيرة للمدرب دروس كتيرة للعيبة إزاي تلعب مطش بره ملعبك تبقى عارف أنه هو فيه تواجد بدني كبير وتحاول أن أنت تبعد المباراة عن الصراعات البدنية وده اللي الأهلي النهاردة منجحش فيه منجحش أنه هو ياخد المباراة للملعبه للقرة اللي هيب على الأرض للاستحواز لعدم الاتكاب أخطاء حوالين الثمنتاشر ملهاش لازمة كلها حاجات أنا في رأي أن الأهلي كان المفروض يتعامل بخبرات لعيبته ومدرب عنده خبرات كبيرة لكن أكتر بخبرات لعيبته كان لازم أن الأهلي يتعامل بشكل أفضل من الناحية التكتكية مع المباراة ومن ناحية التكتكية مش بتكلم بلاف شكل اللاعب ولا في أسلوب اللاعب ولكن بعض من الزكاء في إزاي أن أنت تبعد المباراة عن الصراعات البدنية وإزاي أن أنت ما ترتكبش أخطاء حوالين الثمنتاشر حاجات كلها إهنا عارفين الإخوة في السودان بيلعبوا إزاي وإنهم بيستغلوا الكرات السابتة بشكل جيد ودايماً هيحاولوا يحاولوا أي مبرامة بينكم وما بينهم لصراعات بدنية لأنهم الناسة قوية بدنياً جداً وأجريسيف يعني شارسين جداً في الصراعات البدنية فمباراة كلها دروس للأهل لكن هل هي أنها هيت العالم إن الأهل يتغلب من الهلال برة لا لسه مشور طويل الأهلي عنده ماتش مهم جداً اللي قدام سانداونز المباراة القادمة في القاهرة دي مباراة لو الأهلي قدر أنه يكسبها ويشتغل يعني أول فوز ليه أمام سانداونز خلاص الكافة اتعدلت في المجموعة فمباراة عنق الزجاجة بالنسبة للأهلي هي مباراة سانداونز القادمة